المباراة النهاردة كانت حلوة بس تعال بقى شوف جدوى للدورة الانجليزي وشوف الحلاوة وشوف السخونة اللي بتحصل في الدورة الانجليزي دلوقتي كاعدتوا يعني كاعدتوا مش حالة جديدة يعني ساعدتوا شوف اللي بيحصل دلوقتي ونونا الجدوى يا جماعة يال يال لسه مجهز الفكرة انه السيد دلوقتي متصدر مع أرسنان بنفس عدد النقاط وان كان أرسنان له مباراة اخرى منشستر يونايتد قريب جدا قريب جدا تابوس ستي من 23 مباراة عنده 51 نقطة أرسنان من 22 مباراة عنده 51 نقطة لسه فاضله مباراة هيلعبها يوم السابت قدام أسلون فيلا طيب منشستر يونايتد بقى عارف انت اللي هو ايه بيتدحلم عمال يقرب يونايتد كان عنده بداية سيئة جدا في الدورة دلوقتي بقى الفرق بينه وبين المتصدرين خمس نقاط فوز وتعادل يعني اي او خسارة وتعادل لمانشستر ستي وارسن وفجأة تلاقي يونايتد بقى معاهم في السادرة طبعا لو كسم مباراةه القادمة بس ولعت سخنت احلوت في الدورة الانجليزية نيو كاسل اللي عمل موسم رائع جدا 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 في الدورة الانجليزية عنده 41 نقطة لو كسم الماتش جايب 44 نقطة وهتبقى الحكاية برضو قريبة مش بعيدة توتن هام في المركز الخمس بتسعة وتلاتين نقطة اخد بالك انت في الدورة الانجليزية فيس راعة من نوع اخر انك ازاي تخش المربع الزابع عشان دوري ابطال اوروبا توتن هام عنده 39 نقطة برايتون برضو اللي عمل موسم رائع جدا في المركز السادس ب35 نقطة ومعام نفس الرصيد فولهم ب35 نقطة في المركز السابع بريتفورد عمل برضو موسم معقول جدا في المركز التامل ب34 نقطة ليفربول اللي عايش مأساة طبعا وان كان ليفربول فضله مباراتين مؤجلتين لو كسبهم هيبقى 38 نقطة وينط نطة كبيرة قوي في الجدول يعني ينط للمركز السادس مثلا ينط نطة حلوة بس لو كسب المباراتين تشيلس برضو اللي بيعاني السنة دي جدا رغم الصفقات العظيمة اللي اتعاملت فيه فاطل الانتقالات الشتوية بس طبعا رحيل تخل عمل لهم كارثة فنية ب31 نقطة في المركز العشر أسفن فيلا في المركز ال11 ب28 نقطة كريستر برس في المركز ال12 ب25 نقطة لستر سيتي في المركز ال13 ب24 نقطة بنفس الرصيد نوتن جهام في المركز ال14 في المركز ال15 ويبراهامتون ب23 نقطة وبعد كده في المركز ال16 ويستهام يونايتد ب20 نقطة ليتز في المركز ال17 ب19 نقطة ومراكز المؤخرة ايفرتون اللي عامل أداء كارثي هذا الموسم في المركز ال18 ب18 نقطة وبنفس الرصيد بورنموس في المركز ال19 وأخيرا ساوس هامتون في المركز الأخير ب15 نقطة غالبا ساوس هامتون هو أكثر أكثر الفرق القريبة من الهبوط بس انت بتخيل سوالي بس قبل ما تشيل الجدول انت بتخيل كان فرق عريقة تصارع الهبوط ايفرتون وليتزي يونايتد واستهام وحتى ويلفر هامتون فرق عريقة كدا في الدورة الانجليزية تصارع الهبوط وممكن تهبط إلى الدورة الدرجة الأولى الانجليزية طيب ده بالنسبة للدورة الانجليزية والحكاية بتاعته والمطشي الحلو النهاردة بتاع منشيستان وليتد وي أرسنال طيب قبل ما تكلم على كل سي برشوري هتقولنا يا جماعة النتائج بتاعة مباراة دورة أبطال أوروبا عشان أنا داخل الهوا كانت شلسة المباراتين خلصوا فأتأكد بس من نتائج المباراتين دورتموند وتشيلسي لحد ما كنت داخل كان دورتموند كان متقدم بهدف على ملعابه على تشيلسي أهي النتائج معنا دورتموند انتهت المباراة فوز دورتموند بهدف دون الراد قدام شلسي نتيجة مهمة جدا وشلسي المعاناة في الدولي وفي دولة أبطال أوروبا بنفيكة كسب كلوب بروش على ملعابه 2-0 بنفيكة فريق عظيم جدا رغم أن فيه عدم اللعبين المميزين راحلوا عنه ولكن بقى من الفرق المميزة في أوروبا في الوقت الحالي بنفيكة البرتغالي طيب كمان بالمرة يعني ريال مدريد النهاردة في الدوري الأسباني كان بيلعب ألتشي فاز 4-0 عشان ريال مدريد يحافظ على حقوق على حزوزه في الدوري الأسباني أو الصدارة الدوري الأسباني وإن كان برشنون عمال يبعد بيه الصدارة لكن فوز كان مهم جدا لريال مدريد بعد كأس العالم للأندية